عشر سنوات مضت وهذه السيدة تنتظر تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها بسبب التنظيمات الإرهابية واحدة من بين آلاف المراجعين للجنة التعويضات هنا في ديالا صناديق حديدية تروج معاملات وتركن أخرى منذ أشهر عدة والله إحنا معاملت الآن من 2007 لحد الآن ما طلعت يعني كل ما أرجع بها تأخير الشهوة كملتهم لحد الآن هسا أنا مكملتها من شهر التاسع شهر التاسع أول العام والحد الآن ما طالعه المعقبون والسماسرة لهم دور فارق في إنجاز هذه المعاملات التي قد تنجز خلال أيام أو قد تعرقل لأشهر عدة بحسب ما يؤكده مسؤولون في الحكومة المحلية هناك أناس معقبين لهذه المعاملات يمكن إنجاز المعاملة بأسرع ولكن عندما تأخذ طريقها الرئيسي نجد هناك تأخير في إنجاز المعاملات هناك معاملات منذ 2007 لم تحسم يجب متابعة هذا الموضوع هناك حقوق لهؤلاء الناس لجنة التعويض أكدت بدورها أن جميع الإجراءات المتبعة لإنجاز التعويضات سليمة وحملت المراجعين مسؤولية تأخير إنجاز المعاملة المعاملة سواء كانت شهداء أو مصابين أو عقارات تتضلب بعض الإجراءات هذه الإجراءات لا يمكن للدائرة إنجازها من تلقاء نفسه إلا بحضور صاحب الشأن في بعض الحيان صاحب الشأن أو صاحب العلاقة يذهب ولم يعود لهذه الدائرة لغير كمان المعاملاتي فبالتالي المعاملة تركن إلى أن يحضره لم تجدع الحكومات المتعاقبة بعد 2003 حلا جذريا لشريحة المتضرين على الرغم من الوعود الكثيرة التي قطعها المسؤولون محليون أو برلمانيون بإيجاد حل لها إلا أن جميعها كانت هواء في شبك من محافظة ديالة أمر العبيدي قناة الفلوجة